خلينا نتكلم الأول عن الافتتاحية مبارح شفتها إزاي مقارنة مع يمكن البطولات قبل كده أو الافتتاحيات اللي حصلت قبل كده وموتش مبارح شفته إزاي طيب كحفل افتتاح بشكل عام هو حفل بسيط ما نقدرش نقول إنه هو تفوق على احتفاليات في بداية أو افتتاح لكأس العالم أكتر بكتير عن ما مضى يعني ما نقدرش نقول لكنه كان بسيط وكان بيوجه رسالة معينة إنه قطر اتهمت إنه في بعض الناس تم إهانتهم بشكل أو باخر في العمالة أو الخاصين بالعمالة لكانوا بيبنوا الملاعب والأجواء بالنسبة لكأس العالم فهم واجهوا رسالة قالوا إن ده لأ وإنه الاهتمام بالبنى آدم هو الأساس بالنسبة لهم وكان واضح حتى في التعاون مع مورجان فيرمن الممثل الأمريكي الشهير والاستعانة بغانم المفتاح هذا الولد من ذوي الهمم القطري والاستعانة بكلام موجه بشكل أو باخر مع طبعا بعض الاستعراضات اللي بترجعنا للزمن الجميل بالنسبة لكأس العالم منذ انطلاقته عام 1930 وحتى آخر نسخة فيه روسيا 2018 بالأجواء بالاحتفالات بالأغنية الخاصة الرسمية لكل كأس العالم باستعراضات طبعا شيقة مع ألعب نارية وأمور بنشوفها كالعادة لكن طبعا قطر لها لمحة مختلفة في فكرة إنه الهوية العربية واضحة بشكل أو باخر في هذا الأمر طبعا مع دعوت كل الناس التقيلة والكبيرة في العالم فيما بينهم طبعا سيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي اللي حضر حفل الافتتاح مصر مش موجودة في الكأس العالم بمنتخبنا الوطني لكن القائد بالتأكيد لأنه أول كأس عالم موجود في الشرق الأوسط وفي دولة عربية فما ينفعش سيدة الرئيس الجمهورية ما يكونش موجود في هذا الحفل لأنه عمل كمان كريدت بوجوده لهذا الحفل كان في قمة سياسية بعيدة عن الكمرة ترجمة نانسي قنقر